بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون هذا الحوار بين المؤمنين والمنافقين يبين الله تبارك وتعالى جانبا من خصائص المنافقين أول خصوصية للمنافقين أنهم يدعون الإصلاح ولكنهم المفسدون حقيقة وإذا قيل لهم أي للمنافقين لا تفسدوا في الأرض المنافق يفسد في الأرض بسبب نفاقه النفاق يلازم الإفساد لأن المنافق ضد الدعوة الإلهية ضد الإسلام ضد رسول الله صلى الله عليه وآله ضد كل الإصلاحات ويؤلب على الدعوة والحال أنه إفساد لأن دعوة رسول الله صلى الله عليه وآله كانت للإصلاح والتقدم وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض شنو يجاوبون؟ قالوا إنما نحن مصلحون لأنهم يظنون أن دعوة رسول الله صلى الله عليه وآله إفساد ويشوفون نفسهم يصلحون في الأرض بوقوفهم ضد رسول الله صلى الله عليه وآله يرون أنهم يصلحون أمور دنياهم قالوا إنما نحن مصلحون نصلح أمور دنيانا ونصلح غيرنا بسبب الوقوف أمام تفشي الإسلام بين الناس الله تبارك وتعالى يجاوبهم ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون هؤلاء يفسدون أنفسهم ويفسدون غيرهم لأنهم بوقوفهم النفاقي ضد الإسلام يكونون مفسدين إفسادا بالغا أكثر من إفساد الكفار الكافر واضح وصريح فلإفساده حدود أما المنافق فحسب المصطلح يلعب على حبليا فيكون إفساد أكثر لذا الله تبارك وتعالى يقول عنهم هم العدو كأنه يحصر العدو في هؤلاء المنافقين ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون بهذا الإفساد لأنهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا هذه السمة الأولى السمة الثانية للمنافقين أنهم يعتبرون أنفسهم عقلاء ويرون المؤمنين سفهاء وبسطاء وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أن أؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا قيل لهم للمنافقين من يقول لهم جماعة من المؤمنين خيار المؤمنين مثل سلمان مثل عمار مثل مقداد اللي هؤلاء المؤمنين ما يخافون من المنافقين يجون يقول لهم آمنوا كما آمن الناس ظاهرا وباطنا إيمان ما بينفاق إيمان مقرون بالإخلاص شنو جوابهم قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون شنو جوابهم يقولون أنؤمن كما آمن السفهاء يقصدون بالسفهاء المؤمنين الحقيقيين الله يجاوبهم ألا إنهم يعني المنافقين هم السفهاء لأن يقومون بفعل يتجنبه المؤمنون والكافرون هذا العمل اللي يقوم به المنافقون لا يفعله المؤمن ولا يفعله الكافر وأي سفهاء أعظم من هذا اللي الإنسان يكون حائد عن طريق الحق وما اتصف بصفة النفاق الرذيلة في الواقع هم السفهاء ولكن لا يعلمون ما يدرون أنهم هم السفهاء يتصورون أن طريقتهم النفاقية أصلح الطر نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيذنا من شرورهم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين